مرحبا بكم جميعا أعيد هذا الكتاب يشمل جميع مهارات اللغة الإنجليزية من الصفر يعني ستكون هناك مهارة الكتابة من الصفر كيف تكتب القراءة كيف تقرأ كل حرف مهارة النطق الكلمات كيف تستخدم الكلمات الفرق ما بين الإسم والفعل والصفة وغيره القواعد من الصفر التحدث الترجمة تحويل الكلام سنحول أبسط الجمل وغيرها يعني طبعا هناك مهارة الاستماع وغيرها وهناك سيدي سيكون هناك سيدي لتدعيم الفهم يعني أنت سيكون لديك الكتاب وسيكون لديك سيدي تستطيع أنك أنت يعني تشاهد نفس الذي في الكتاب من مواضيع ودروس موجودة أيضا على السيدي حتى يدعم ويسهل عليك فهم الكتاب بشكل أسهل حقيقة أنا محتاج رأيكم واستشارتكم لأن هذا الكتاب يعني إليكم في الأخير سيكون بين أيديكم إن شاء الله للذين يحبون أن يستفيدوا في تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر يعني إلى المرحلة المتوسطة سؤالي للجميع هل أقوم بتأليف هذا الكتاب باللغة الإنجليزية كامل أم أقوم بتأليفه باللغة العربية أم أجمع بين الاثنين يعني أضع الكلام على الأقل العناوين باللغة الإنجليزية واللغة العربية أما الشرح يعني أحاول قدر الإمكان أن أجعله قليل لكن باللغة العربية لأنني لو قمت بشرح الكلام بالعربي وقمت ترجمته باللغة الإنجليزية لاحظوا أن الكتاب سيصبح عدد أوراقه أو عدد صفحاته كثيرة فيبدو الكتاب كبير فيجعل الطلاب قد ينفر البعض عندما يجد الكتاب كبير إذن ماذا تفضلوا؟ يكون باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية؟ أم الاثنين معا؟ أنا محتاج رأيكم تكتب لي في التعليقات لأنني سأقرأ كل تعليق بعناية طبعا هناك نقطة ثانية أريد أن أسألكم عليها السؤال الثاني هل تريدون هذا الكتاب أن يكون ورقي؟ يعني كتاب تمسكه بيدك ورقي فتكتب فيه؟ أم يكون فقط PDF؟ أقوم أنا بوضعه في أحد مواقع التنزيلة في الكتب تستطيع أن تنزله؟ إذا سألتني ما هو رأيك سأجيب الأفضل طبعا من وجهة نظري لخبرة أكثر من 22 عام في تدريس اللغة الإنجليزية أنه لابد أن يكون الكتاب هذا ورقيا بيدك لماذا؟ لأنه سيكون هناك تمارين للكتابة تمارين للقواعد، فراغات، إملأ الفراغات، حول كلامك وسيكون هناك تمارين وسيكون هناك في آخر الكتاب حل هذه التمارين وفي السيدي أيضا حل بعض التمارين، الاستماع والمحادثة وغيرها يعني أن تلمس الكتاب بيدك في وجهة نظري أفضل ألف مرة من أنك فقط تشاهد على الشاشة الأستاذ مراد وهو يشرح قد تكون صحيح مفيدة، لكن الفائدة المضاعفة والحقيقية هو عندما يكون لديك كتاب في يدك فتستطيع أنك أنت أوش الكتاب بيدك فتشاهدني وأنا أشرح فكأننا في فصل، يعني كأنك في الفصل معي الشيء الثاني عندما أطلب منك أن تضع تمارين هنا يعني تفاعل أنك أنت تعبع الفراغات بالإجابات التي تحاول أن تجيب عليها أيضا في دروس الكلمات، القواعد، الأشياء هذه كلها والمحادثات ستكون يعني كأنك في الفصل تسمعني وأنا أتحدث وأنت تجيب وهناك اختبارات وأنت تجيب على الاختبارات، يعني ننتقل من الاختبار إلى الاختبار من كويز إلى الاختبار مثلا النصفي، كأنك في دورة معي فوجهة نظري أن يكون الكتاب ورقيا معك طبعا قد أنزل أيضا في ديفو ورقيا وأنتظر تعليقكم آخر نقطة، ما هي المهارة التي تريدوني أن أركز عليها أكثر شيء؟ طبعا أنا سأركز على جميع المهارات من تحدث وكتابة وقراءة وإستماع وكلمات ونطق، كل هذا سأركز عليه لكن ما هو الجزء وما هي المهارة التي تود أن أزيد أكثر من أمثلتها أكثر من الشرح فيها يعني الجمل أو الأمثلة تكون أكثر يعني تشعر أن أنتم محتاجين إلى شرح أكثر في مهارة مثلا التحدث، الكتابة، النطق، الاستماع، القراءة، الترجمة، الكلمة ما هي المهارة التي تود أن أركز عليها أكثر وأكثف تمارينها أكثر من بقية المهارات؟ طبعا لا تستعجلوني في تأريف الكتاب، الكتاب طبعا إن شاء الله بمجرد ما أنتهي سأعلن عنه لكن أنا محتاج منكم أن تفيدوني ما رأيكم في الثلاثة الأسئلة التي سأعيدها باختصار هل أقوم بتأريف الكتاب باللغة الإنجليزية أم باللغة العربية أم لاثنين معا على الأقل حتى العناوين؟ هل أركز على جميع مهارات؟ يعني ما هي المهارة التي أركز عليها أكثر من بقية المهارات؟ وهل تريد الكتاب ورقيا أم بي دي ايف أم لاثنين معا؟ هذا كل ما أردت أن أخبركم به ولا تبخروا علي بتعليقاتكم واقتراحاتكم الذي يوجد لديه اقتراح يا أستاذ مراد أنا أقترح عليك كذا وكذا أنا كل أهدان صاغية وأقرأ التعليقات بالذات في هذا الفيديو سأقرأ كل التعليقات لأنني سأستفيد منها لأن الكتاب سيكون لكم شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم أن تنفقوا النجاح وشارك الفيديو مع غيرك على الأقل لنستفيد من آراء بعضنا البعض مع سلامة الله حظا موفقا